ما دمت تسكن محافظة عدن فأنت معرض للاعتقال في أي لحظة هكذا يقول أبناء العاصمة المؤقتة وهذا ما تؤكده الأنباء القادمة من هناك فتواصلا لمسلسل المداهمات الذي تقوم به قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قالت رابطة أمهات المختطفين إنها وثقت أعتقالات لأكثر من أربع مائة شخص بينهم مسنون وأطفال في العاصمة المؤقتة عدن على خلفية الأحداث الأخيرة في كريتر منذ أسبوع بحجة البحث عن أنصار إمام النوبي الذي خاض مواجهات ضد المجلس الانتقالي قبل أسابيع تشن قوات الحزام الأمنية التابعة للمجلس هذه المداهمات لعشرات المنازل في أحياء الطويلة وشعب والعيدروس والقطيع والميدان وتروع ساكنيها وتعتقل المواطنين بشكل عشوائي والجديد هذه المرة أن الحملة لا تستثني أحدا فإذا لم يتم إيجاد المطلوب يعتقل أولاده أو أقرب آخرون له بحسب شهود عين أتت هذه الحملة بعد اجتماع لهيئة رئاسة المجلس ووزرائه في الحكومة الذين حذروا في الاجتماع كل من يتستر أو يأوي أنصار إمام النوبي حسب تعبيرهم يرى مراقبون أن الانتقالي المدعوم إماراتيا وهو الحاكم والمسيطر على العاصمة المؤقتة يحاول التغطية على فشله في إدارة المحافظة من خلال هذه الحملات ويسعى لتغطية أثار الحرب في المدينة المزدحمة سكانيا والتي تضررت فيها بشكل كبير منازل المواطنين وممتلكاتهم باتت منازل العاصمة المؤقتة مفتوحة لكل انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومي من الإمارات فجل الذين تختطفهم مدنيون ومظفون حكوميون وفي القطاع الخاصة وباعة متجولون وبعض ممن ينتمون إلى محافظات شمالية أو جنوبية تسيطر عليها الشرعية فضلا عن رجال دين ومرتادي بعض المساجد وأما عن التهم التي تلسقها بهم فبعضها جاهزة من قبل حملات المدهمات والبعض الآخر تلفق لهم بعد الاعتقال